اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة باش دائما تصلوا بما هو جديد اخواني اخواتي بالرجوع الى مزارة حي الرحمة وارتباطا بالخبر علمت اخبار من مصادر مطلعة انه تم القبض على العصابة واللي حيرت المحققين مدة سنتين واللي كانوا كيستهدفوا هوات الرياضة في الغابة والشواطئ بالمدينة فعلمت الاخبار من مصادر مطلعة على ان عناصر الشرطة القضائية تابعة لامن سلة الجديدة انه حالة اليوم متهمين واربعة متهمين اخرين على النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستناف بمدينة الريباط وليكي شكله بطبيعة الحال واحدة العصابة خطيرة ولي وصفها بالاخطر العصابات اللي دازوا بمدينة السلة ولحيرت الاجهزة الامنية بالمنطقة حيث نفدت العشرات من الاعتداءات على المواطنين الابرياء دون ان تنجح عناصر الشرطة في الايقاف دي لهذه الافراد وهنا قرر وكيل العام للملك اول امس الاحالة دي لهم في حالة اعتقال على قاضي التحقيق لدى المحكمة نفسها من اجل المتابعة دي لهم يعني بتهم تكوين هذا الاسابة الاجرامية والصرقة الموصوفة يعني بواسطة اسلحة زيادة على الضرب والجرح المفضئ العاها مستديمة واستهلاك المخدرات والاقراص وتهديد تلامة الاشخاص والاملاك كذلك ذكرت المصادر الاخبار ان قاضي التحقيق قرر اداعه المتهمين الاربعة المركب السجني بالعرجات في انتظار سنطاقهم مرة اخرى حول هات تهم المنسوبة اليهم والمواجهة دي لهم مع العديد من الضحايا اللي نفض ضدهم من جمعة من الاعتداءات العديدة وهذا بعد ترصد المتهمين وتربصهم في الغابات والفضاءات والشواطئ من بعد ما تم لقبض على الرأس المدبر والذي هو اخوتي الا من عائلة تارية جدا بمدينة بمدينة سالة وهذا ما يتبع لنا ان الاجرام وجريمة وهذا الافعال اللي يقوم بها ما مرتار طاش اخوتي بالفقر او الغنى فيقدر الواحد ان هو مسك علي الله ويعايش حياة مزيانة ولكن لي فيه يعني لي فيهم يعني كيبقوا ديما مشوف هذي المجالات كيبقوا هذي انحراف والاسباب هم ذيك الافلام اللي كتفرش فيها الافلام اللي ربما ما كيستفش من الشباب وانما كتخرب لهم الحياة ديالهم واحتى التربية تربية اخوتي مصور فهي من الاهم ان الواحد او العائلة يربي ولادهم يعني من بداية طفولة حتى يكبرون كذلك الدولة انهم تسايرهم وتقوم يعني وضع مجموعة من المقرارات يعني اللي غد تحاول انهم تعلمهم المواطنة المواطنة هي السبب السبيل الوحيد من اجل تفادي هذي الاجراء من يولينا كنشتنع واخوتي دائما زيادة على الاشخاص فهم عاديموا الصوابق القذائية هذي التهمين هذي كانوا كيخرجوا وكيعملوا الرياضة هواية الرياضة فهم كانوا عاديموا الصوابق القذائية وكي حادروا من العائلات عريقة على المستوى دي المدينة سلا وبتزامن مع تقاطر هات الشكايات الناس اللي تقاموا يعني اللي تعدوا عليهم هذ المتهم يقاموا يعني بوضع مجموعة من الشكايات لدى المصالح الامنية وتقاطر مجموعة من الشكايات غير هذي اسبوع هنا فين تم القبض عليهم متلبسين بعد ما كانوا يتقمصون ممارسة الرياضة كل مرة كي لبسوا لبسة مرة كي لبسوا لبسة حمامرة يعني يعني على اساس انهم مرسوا الرياضة وهذيك الهواية هنا يعني السلطات من تابهاج لهذا الناس هذا يعني كان عصابة خطيرة وحتى عنا مجموعة من الضحايا اللي والتي تعدوا معاها مستديمة ربما في الوجه ربما يعني تقطع لصباح مجموعة من هذي اللي يقع في الإجرام بسبب هذ طيش اللي أولينا كنشوف أخوتي مؤخرا هنا فين كي باغتو الضحايا بطريقة مفاجئة فالملاحظة اللي كن أولينا كنشوف أخوتي هذي مؤخرا أن أولى تسيب والإجرام بالجملة فهو حذاك تنسي الأخرى وحتى أن بعض الناس اللي كنشوف أنها تهتم بالتفاهة فقط هذي الأيام فلا حول القوة إلا بالليل العظيم أن مجموعة من الأخبار مجموعة من المتابعات اللي كنشوف بحل الروتيني يومي بحل كما كنشوف مواضيع ندى حسينة يعني نزارية مجموعة من الأشياء اللي تصدمنا في يا أخوتي وكننساو أو تنسينا هذي الإجرام اللي لا بد أننا نتبعوا بحل هذي المواضيع لأنها هذي مواضيع مهمة لأنها هي السبيل الوحيد لإقلاع وبالتالي الدفاع أو محاربة هذي الإجرام اللي تفش في البلد دينا الحبيب وليحنا يعني كمواطنين أو مجتمع مغربي لدائما نخاف عن الولداتنا ونخاف عن العائلة دينا والمواطنين دائما يخصون لك السلامة لإفتقدنا هذه المدة وحتى أن مجموعة من العائلات رولة وخيفين على وليداتهم خيفين أخوتي على وليداتهم يعني لا تقع لهم شي حاجة لأن هذي شي ختي رولة يخلع وكن نطالب يعني من السلطات أنها تقوم بسن مجمع من القوانين صجرية فحق هؤلاء فحق هؤلاء حتى يتم الردع دائما وما يتم تكرار بحالة شي اللي كان نشوفه فتحية مرة أخرى تحية مرة أخرى للشرطة والقوى الأمنية الصاهرين على الأمن وعلى سلامة يعني سلامة يعني الأمن للبلاد ودائما هذي العمل يقوموا بليلة نهار ودائما صهرانين هذي شي كامل بشي حافظه على الأمن دينا ورغم ذلك ورغم هذي المجهودات كاملة فدائما نشوفه يعني هذي السبا ما زال أخوتي غادئ في تزايد والسبب الرئيسي كما اذكرت هو أن القضاء لا بد أن يتم الردع هؤلاء يتم الردع هؤلاء لأنهم يدخلوا للسجن رغم ما شي يعني كيكون تم الإصلاح وإنما يتزاد أنهم كي تجعو بفضل الأشياء اللي كتتوفر لهم داخل السجن وملكي يخليهم أنهم يعاود يديروا ذلك الإجراء ويقولوا أن السجن فهو ليس إلا أن أنا نعيش مزيان أن أنا غيحميني السجن غيحميني واندو ذلك العقوبة وبالتالي غنخرج ومقديما فلابد من وضع واحد القانون يعني زجري في حق هؤلاء بش منقوش يقوم مرة أخرى بهذا الأفعال الإجرامية لدائما نحن كنحاول أننا منقوش عرضة لهذا شي كامل بسبب هالطيش وهذه المخدرات والأقراس المهلوسة وهي كذلك سبب رئيسي لهذا شي كامل أخوتي أخوتي نحاول أننا نتبع هذه المواضيع ونحن دائما نرسل رسالة للمسؤولين لكي يوقفوا معنا ضد هذه المجرمين الذين يخلقوا الرعب في الوسط المجتمع المغربي نحن دائما مع حماية بلادنا المغرب الحبيب أخوتي أخوتي حاولوا أنكم تعملوا اللايك والبرتاج لهذا الفيديو باش دائما تصلوا بما هو جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر